السلام علي رسول الله صلى الله عليه وسلم معانا معلومة يمكن كتير من الاعضاء ما يعرفهاش وتعالى نشوف النهاردة الفكرة في الروتر بورد 941 تعالى نشوف الروتر بورد ده شباب الRB 941 2ND من الروتر بورد الجميلة الكويسة وعلى قد الايد فيه واي فاي بتردد اثنين واربعة القصة ايه في الجهاز ده القصة ان احنا عارفين طبعا على مر السنوات ان شركة ميتورتيك شركة جميلة جدا وصنعاتها يعني متطورة وبيتحدث من نفسها كل شهر تقريبا تعالوا نشوف الفكرة احنا طبعا عارفين ان الاي بي الافتراضي بتاع الروتر بورد اللي هو 192.168.881 عارفين الادمن بتاعنا اللي هو اليوزر نيم والباسورد مفيش حاجة في الروتر بورد ال 1941 وبعض الفئات او بعض الاصدارات الجديدة من مايكورتيك زي ما انتم شايفين كده بيقول لك ايه عندنا مشكلة في الباسورد مفيش باسورد لازم تكتب الباسورد بتاعك كلنا متعودين في الروتر بورد كتير من الاعضاء يمكن بيشتري من الطجار بدون الكارتونة وبيجيلك الكاتالوج ده او الورقة الصغيرة دي الورقة الصغيرة دي لو ضايعة نشوف حالها النهاردة تعالوا نشوف الروتر بورد والفئة ديت او الاصدار من النسخ ده محتاج ايه؟ بيجيلك الورقة ديته شباب بتجيلك طبعا مع الروتر بورد من التوكيل وبقول لك هنا ايه 마음에 ادريس بتاع الروتر واتراء رقم 4 ويستخدم كارت الواي فاي توض table بعض الوزر بتاعنا ادمن والدينا باسورد يعمل حاجي وضع الاسدارات في الاسدارات ديت او في النسخ دي او في المنتجات الان شاو naughty وهنا عندنا ثانى حاجه الباسورد براو او في النسخ دي طيب الفكرة ايه؟ محمد لو الورقة ده مش موجودة او التاجر باعة للجهاز بدون كارتونة او الورقة دي ضاعة تعال نشوف الروتر بورد من الخلف هنشوف الروتر بورد من الخلف هيتلاقي عندك هنا الوزر نيم ادمن وعندنا الباسورد اللي هو ال اي تسعة اي اس دابليو اس خمسة اربع جي تسعة وايضا باسورد الواي فاي يبقى هاخد الباسورد بتاع ده ويتأكد من حتة الكابتل والسمول وابدأ ادخل على ايه على عمينا الوين بوكس اهو وابدأ اعمله ايه اقول له هنا هو جاسيدي لسك ليه الباسورد بتاعي اهو واقول هنا ايه اضغط على كونكتب بدأ يفتح معي الروتر بورد الجميل فتح الروتر بورد الجميل بعد كده اعمل ايه اضغط هنا تحت على رموف كونفجريشن والروتر بورد بتاعي او الميكرو تيك يفصل ويفتح ثاني او ابدأ انا ايه افصله كده وابدأ اضغط على الوين بوكس بتاعي الجميل تاني اهو وافتح الروتر بورد بتاعي هضغط هنا على كونكت ان تكون اصلا عند يعني بمسح الاعدادات اللي جاية مع الروتر بورد هعمل الوقت كونكت هبدأ ادخل بدون باسورد هبدأ اعمل الباسورد بتاع الجديد وزبط حالي وكده المشكلة تحلت علشان الحتة دي هتبقى يعني تيهة عن كل الاعضاء او معظم الاعضاء تمام ما يجيلك الروتر بورد افهم الكصة دي سريعا اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته